مع اقتراب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من شهرها الثاني وعلى ميزان الربح والخسارة فإن كفة إسرائيل لا تزال مائلة نحو الخسارة في ظل عدم تحقيقها أية إنجازات تستطيع من خلالها أن تقدم انتصارها المنتظر للشارع الإسرائيلي فهذا الأخير بدأ صبره ينفد وضاق صدره من وعود حكومته بحسم المعركة لصالحه خاصة في ظل تكبد جيشها خسائر في العدة والعتاد لم يتكبدها في مجموع الحروب التي خاضها مع جيوش أو دول عربية أو مع فصائل فلسطينية الإسرائيليون يستعجلون حسم المعركة في أسرع وقت ممكن والفلسطينيون يراهنون على أمرين الأول سياسة النفس الطويل في الحرب والتي لا يمتلكها الجيش الإسرائيلي كما أثبتت الحروب السابقة والثاني حرب العصابات والتي يتوقع مراقبون أنها ستدخل الجيش الإسرائيلي في مأزق كبير لن يخرج منه إلا بخسائر فادحة وهي نتيجة تكفي لإضعاف التأييد الشعبي الإسرائيلي لصراع طويل الأمد كما أنها غاية لدى الفصائل الفلسطينية تسعى إلى تحقيقها لإخضاع تل أبيب لشروطها في نهاية المطاف خياران أحلاهما مر بالنسبة لإسرائيل على الأرض لدى حماس أكثر من أربعين ألف مقاتل وما يكفي من العتاد لإدارة المعركة التي ستفرضها على إسرائيل فضلا عن مدينة أنفاق تحت الأرض مزودة بكل التجهيزات اللوجستية والعتاد الذي يكفيها لحسم المعركة في نهاية المطاف والانتصار حتى وإن حققته من بوابة الضغط الدولي على إسرائيل والغاية الأسمى تصفير ملف الأسرة والمعتقلين بين الجانبين في صفقة تشمل الكل مقابل الكل ورفع الحصار المفروض على غزة منذ سبعة عشر عاما على الجانب الآخر يرى خبراء بل ويؤكدون أن طموح إسرائيل بتدمير حماس غاية يستحيل بلوغها دوليا العدوان الإسرائيلي على غزة يؤجج الاحتجاجات الرافض له في عواصم الدنيا وفي القارات الست ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة